ما هي المدن التي كان عدد الأيام المشمسة فيها أقل من مدينة الأنوار في شهر يونيو؟ اختر جميع الإجابات الصحيحة انظروا إلى الرسم البياني بالصور في الأسفل تمثل كل صورة للشمس ست أيام مشمسة ما هي المدن التي كان عدد الأيام المشمسة فيها أقل من مدينة الأنوار؟ هذه هي مدينة الأنوار على الرسم البياني كم عدد الأيام المشمسة في مدينة الأنوار؟ لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة صور للشمس عند مدينة الأنوار وكل صورة تمثل ست أيام مشمسة إذن، خمسة ضرب ستة تساوي ثلاثين يوما مشمسا في شهر يونيو، ما هي المدن التي كان عدد الأيام المشمسة فيها أقل من ثلاثين؟ إذا نظرتم إلى الرسم البياني، تلاحظون أن جميع المدن الأخرى مدينة الشموس، ومدينة البريق، ومدينة النجوم يوجد فيها عدد أقل من صور الشمس أي أن عدد الأيام المشمسة فيها كان أقل لا تحتاجون حتى لحساب عدد الأيام المشمسة في كل مدينة لتعرفوا أن عدد الأيام المشمسة فيها أقل من مدينة الأنوار لكن احسبوها في مدينة الشموس هناك أربع صور ضرب ستة يساوي أربع وعشرون يوما مشمسا وفي مدينة البريق اثنان ضرب ستة ويساوي اثنى عشر يوما مشمسا وفي مدينة النجوم ثلاثة ضرب ستة ويساوي ثمانية عشر يوما مشمسا في يونيو اذا الجواب على السؤال هو جميع المدن كان فيها عدد أيام مشمسة أقل من مدينة الأنوار السؤال الثاني يمثل الرسم البياني بالصور عدد الفئران التي وجدها المزارع في مزرعته كل يوم ولمدة خمسة أيام ما هو اليوم الذي وجد فيه المزارع عدد فئران مساوي لعدد الفئران التي وجدها يومي الأربعاء والخميس معا انظروه إلى الرسم البياني كل صورة لفئر تساوي فئرين هناك أكثر من طريقة للتفكير في السؤال يقول السؤال يومي الأربعاء والخميس معا في يوم الأربعاء هناك صورة واحدة لفئر وفي يوم الخميس هناك صورتان مجموعهما يساوي ثلاث صور ما هو اليوم الآخر الذي يوجد فيها أيضا ثلاث صور للفئران؟ يوم الثلاثاء هناك طريقة أخرى للتفكير في السؤال في يوم الأربعاء كان عدد الفئران التي وجدها المزارع في مزرعته يساوي اثنان لأن الصورة الواحدة تساوي فئرين إذن فئران يوم الأربعاء وأربع فئران يوم الخميس لأن لديكم صورتين للفئران وكل صورة تساوي فئرين فئران يوم الأربعاء وأربع فئران يوم الخميس أربعة زائد اثنان يساوي ست فئران لاحظوا في يوم الثلاثاء وجد المزارع أيضا ست فئران في مزرعته لأن هناك ثلاث صور وكل صورة تساوي فئرين اثنان أربعة ستة الجواب هو يوم الثلاثاء السؤال الثالث كانت كمية الأمطار في مدينة المرح فراغ ملي مترا أقل من كمية الأمطار في مدينة السعادة في شهر أغسطس نرمز لوحدة الملي متر بي أم أم هذه هي مدينة المرح وهذه هي مدينة السعادة على الرسم البياني كل قطرة مطر تساوي ستة ملي متر لاحظوا أن مدينة المرح فيها قطرة ماء أقل اثنان ضرب ستة يساوي اثنى عشر كمية الأمطار في مدينة المرح كانت اثنى عشرة ملي مترا أقل من مدينة السعادة هناك طريقة أخرى للتفكير في السؤال كمية الأمطار في مدينة المرح تساوي اثنى عشرة ملي مترا لأن كل قطرة تساوي ستة ملي متر وهناك قطرتان في مدينة المرح أما مدينة السعادة فكانت كمية الأمطار فيها تساوي ستة اثنى عشر ثمانية عشر أربع وعشرون ملي مترا والفرق بين أربع وعشرون واثنى عشر يساوي اثنى عشر ملي مترا أي أن كمية الأمطار في مدينة المرح كانت أقل باثنى عشرة ملي مترا من مدينة السعادة